اشتركوا في القناة والسيادة الوطنية للملكة الأمر الذي سيفتح آفاقا جديدة لفرص التنمية في المنطقة حيث إن الدعم التابت والمتزايد للعديد من الدول لسيادة المغرب على صحرائه وللمبادرة المغربية للحكم الداتي ينشكل رسالة واضحة للأطراف الأخرى وللأمم المتحدة مفادها أن الوقت قد حان للتحرك هذا الأساس من خلال سلسلة الموائد المستدرة ووفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في هذا السياق يدعم المغرب الجهود التي يبدلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوته الشخصي من أجل إعادة إطلاق مسلسل الموائد المستدرة السياسية بحضور المشاركين الأبع من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي عملي ودائم على أساس روح التوافق وفقا لقرار مجلس الأمن 2703 وهنا لابد من التذكير بتوابط موقف المغرب كما جدد التأكيد عليها صاحب جلال الملك محمد السادس للأمين العام للأمم المتحدة وهي لا عملية سياسية خارج إطار الموائد المستدرة التي حددتها الأمم المتحدة بمشاركة كاملة من الجزائر لا حل خارج إطار المبادرة المغربية للحكم التاتي لا عملية سياسية جدية دون العودة إلى إيقاف إطلاق النار من طرف الميليشيات المسلحة كما ينادي به أعضاء مجلس الأمن وموازة مع ذلك فإن واقع الصحراء المغربية المعيش يترجم دينامية تنموية بوطيرة تعد من أعلى ما تشهده المملكة المغربية وذلك بفضل المشاريع المنجزة في إطار النموذج تنموي الجديد للأقاليم الجنوبية علما أن سكان المنطقة يشاركون مشاركة كاملة من خلال ممتلهم المنتخبين ديمقراطيا في المجالس الإقليمية للمنطقة في جميع مراحل تنفيذ الإطار السياسي التموح حيث أن المشاركة النشطة لهذه الساكنة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للملكة تنبتق من تشبتها الراسخ بالوحدة الترابية للمغرب ومغربية السحراء قبل أن تخرجوا لا تنسوا أن تابعنا في الفلاشين يوتيوب وبرتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الشمائي ولا تنسوا الدرجام ولا تنسوا علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم ترجمة نانسي قنقر